نزهات للترويح عن النفس في إجازة العيد عكرت صفوها تصرفات غير مسؤولة من بعض السوريين والنتيجة إثارة غضب بعض الأتراك ليطالب اللاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم تجاوزات على المستوى الاجتماعي في إحدى شواطئ إسطنبول في منطقة فلوريا تلاها قيام شابين سوريين خلصة بالتقاط صور لفتيات على شواطئ مدينة سامسون شمال تركيا ومشاجرة بين شبان أتراك وسوريين في العاصمة أنقرة تصرفات أثارت غضب بعض الناشطين الأتراك لينتج عنها إطلاق هاشتاغ على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان أعيد السوريين إلى ديارهم في حملة مدبرة ومعدة مسبقا على ما يبدو ساعات قليلة ويسجل الهاشتاغ أكثر من 140 ألف تغريدة تنمعت خلالها الأراء بين مؤيدا لطرد اللاجئين السوريين من تركيا وآخر متعاطف معهم ومدافع عنهم بعض السوريين وجدوا في الهاشتاغ إجحافا بحقهم في تركيا على اعتبار أن مثل هذه التصرفات فردية لا يمكن تعميمها على الجميع فيما أعرب السياسيون وصحفيون أتراك عن رفضهم لمضمون الهاشتاغ قائلين إن السوريين هم ضيوف تركيا ويجب دعمهم في ظل الحرب التي تشهدها بلادهم منذ سبع سنوات المغردون الأتراك ربطوا تبريراتهم بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلن فيها بأنه يحق لكل مواطن سوري التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية وأضاف بعضهم بأن منح السوريين الجنسية التركية قد يحدث تغييرا في المشهد السياسي التركي وهو ما يؤكد وجود طرف ثالث مستفيد من أي زعزعة أو إشكال يطرأ على العلاقات بين المجتمع التركي واللاجئين السوريين وليستخدمهم ورقة ضغط على الحكومة ردود الأفعال على المستوى الحكومي كانت واضحة على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قرطولموش بقوله السوريون أصدقاؤنا وأشقاؤنا وسنواصل تقاسم رغيف خبزنا معهم مناشدا الشعب التركي التحلي بالفطنة لأن تركيا تمر بمرحلة حساسة جدا وهناك دول تتربص بتركيا وجهات خارجية تسعى لإحداث شروخ مجتمعية في بلادنا على حد قوله وفي بيان أصدرته الداخلية التركية الأربعاء الماضي قالت فيه إن تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحيانا بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في بعض الأماكن يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية أحداث تأتي في ظل غياب إدارة ممثلة للاجئين السوريين في تركيا تكون صلة وصل رسمية بين الحكومة واللاجئين والذين وصل عددهم لما يقارب ثلاثة ملايين لاجئ ترجمة نانسي قنقر